تصعيد مستمر في البحر الأحمر بين جماعة الحوثي التي تلاحق السفن الدولية والتحالف الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء هذه التوترات على وقع ضربات سريعة مضادة تؤشر لمرحلة ساخنة قد تشهدها المنطقة آخر تلك التطورات ما أعلنته جماعة الحوثي من مسؤوليتها عن هجوم على سفينة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليمن وهو ما نفته الولايات المتحدة التي ردت سريعا باستهداف ثمانية مواقع الحوثيين تحت الأرض ومواقع مرتبطة بقدرات الحوثيين الصاروخية والمراقبة الجوية الضربة التي اشتركت فيها دول عدة استخدمت فيها بريطانيا أربع طائرات من طراز تايفون FGR4S مدعومة بناقلتين من طراز فوجر المتطورة حيث استخدمت طائرات قنابل من نوع PY4 دقيقة توجيه لضرب أهداف عدة في موقعين عسكريين بالقرب من مطار صنعاء الدولي لكن ماذا تستهدف تلك الغرات؟ هجمات وتحالف الدولي استهدفت طائرات الحوثيين الهجومية دون طيار والصواريخ الباليستية والصواريخ كروز المضدة للسفن ضمن ثماني هجمات خلال أكثر من عشرة أيام خبراء في المجال الأمني يرون أن دقة الضربات الأمريكية داخل المدن اليمنية يشير إلى انكشاف جماعة الحوثي أمام المراقبة الدولية للمواقع العسكرية التابعة لها خاصة وأن بعض الضربات كانت دقيقة واستهدفت صواريخ جاهزة للانطلاق صوب البحر الأحمر وهو ما يؤشر إمكانية تصاعد هذه الغرات إذا ما استمرت الجماعة في ملاحقة السفن الدولية أو استهدافها ترجمة نانسي قنقر